إذن عندنا في اللغة بقاء وإبقاء واستبقاء لو كانت الرواية هكذا أما أني لو أدركت ذلك لبقيت لصاحب الأمر لبقيت إلى زمان صاحب الأمر لبقيت إنني أعيش حياتي بالأسلوب الاعتيادي سأبقى في بيتي في مدينتي ليس هناك من شيء جديد كما يقولون لا جديد تحت الشمس أما أني لو أدركت ذلك لبقيت إلى زماني صاحب الأمر لبقيت أعيش كما يعيش الآخرون وقد أدرك زمانه وقد لا أدرك زمانه إنني أنام في كل ليلة مثل ما نمت في كل الليالي أسابقى في أسابقى من حياتي وأستيقظ كذلك وأأكل وأشرب أعيش حياتي بطريقة اعتيادية من دون أي تغيير قد أدرك زمانه وقد لا أدرك زمانه أما أني لو أدركت ذلك لا بقيت إلى زماني صاحب الأمر إذا قلنا لأبقيت نفسي مثل ما قرأها أحمد سلمان ومثل ما هي في بحار الأنوار إنها النسخة المصحفة أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لأبقيت نفسي هنا عناية إنني أمارس الرياضة للمحافظة على صحتي أتابع أوضاعي الصحية دائما أقوم بالفحص السنوي أتناول الأطعمة الصحية لا أحاول أن أصطدم بأحد أنظم علاقاتي بالنحو الذي لا يسبب لي مشاكل مع الدولة التي أعيش فيها إلى غير ذلك من الأمور التي أحافظ فيها على نفسي إنها إنها محافظة شخصية أما أني لو أدركت ذلك لبقيت إلى زماني صاحب الأمر إذا كنت قادرا على ذلك لبقيت أبقى أعيش معيشة اعتيادية مثل ما كنت أعيش ليس هناك من إضافة جديدة لأبقيت نفسي هناك إضافات إنني أدركت أن الزمان قريب من ظهوره فعلي أن أحافظ على نفسي بقدر ما أستطيع إنها محافظة شخصية لأبقيت نفسي حينما أقول أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لستبقيت نفسي هناك إضافة جديدة ما هي هذه الإضافة الجديدة الاستبقاء لإمام زماننا أننا نمحد له أننا نعمل له بقدر ما نستطيع ونحاول أن نصل إلى أيامه إن استطعنا ولكننا سنعمل ونعمل ونعمل هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وثلاثطعش إنه الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إمامنا العسكري يحدثنا عن أبيه لولا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه هذا هو الاستبقى بحجج الله لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء هذه الإضافات على البقاء من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله لا بحجج علم الكلام بحجج الله بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه حجج الله وليست في علم الكلام الناصبي ولا في التصوف ولا في الفلسفة ولا في العرفان البعيد عن ثقافة العترة الطاهرة إنه تصوف ناصبي لكنه يغلف بغلاف شيعي ليس حقيقيا فيقال له العرفان لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب عن أي نواصب يتحدث إمامنا الهادي عن الوهابيين الوهابيون مكشفون لدينا إن الإمام الهادي يتحدث عن هؤلاء النواصب الذين حدثنا عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد ومنهم من مراجع الشيعة وهم الأعم الأغلب ومنهم قوم نصاب في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين بعد أن قال الإمام الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هؤلاء الممدحون قليلون الجميع الأكثرية أينهم ومنهم قوم نصاب في الرواية نفسها لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم من أتباعهم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء الأبدان ولا هم الضعفاء من الجهة المالية إنهم ضعفاء العقول لأن عقولهم قد طمرت تحت الخراء المرجعي الطوسي الذي تكلس عبر القرون فضاعت ضاعت ضاعت عقول الشيعة رجاء ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أزل على شنو مستعجب على شنو مستعجب قد لأ أخير بابل ما توصل النوب إلي قال توصل أطمئنا تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أكبر خمسة فهي لمستعجب مش داعة قلنا تركب يعني خلاقة أهميش إني كما تقول خلاقا أهميش جميع أهميش كان حالة الزنون فقش ديخ فعربي فقش والنس عبارة كنا على ثق وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسماء عرضا قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ لا معلم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تتمة أوصاف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون هم في حقيقتهم ما هم بموالين لنا يشبهون على الشيعة وهذا التشبيه من خلال المنهج الطوسي القذر وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ضعفاء العقول حتى لو كانوا من أساتذة الجامعة قد يكونون أذكياء في الدراسة لكنهم في الدين أغبياء تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار لقد وصى أبا ذار أن يرى الناس بهذه الصورة أن يرى الناس حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهذا هو واقع الناس هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار هكذا وصاه أن ينظر إلى الناس بهذا المنظار من أنهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب تستمر الرواية تستمر الرواية هؤلاء هم النواصب هم النواصب الذين يتحدث عنهم إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب من فخاخ مراجع حوزة النجف وكربلة أنهم يضحكون عليكم يضحكون عليكم ويخدعونكم من هو الناصب الذي عرفه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنني أقرأ أنني أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الحديث السابع عشر بسنده بسند الصدوق عن المعلى ابن خنيس قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد الوهابيون عندهم حب أهل البيت واجب هذا مثبت في كتب محمد بن عبد الوهاب المذاهب السنية بأجمعها تعد الذي يعادي محمدا وآل محمد ناصبيا هو هذا الناصبي عدوا إلى كتبه بحسب فهمه مثل ما يقفل الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا قطعا هذا مستوى من مستويات النواصب هذه درجة من درجات النواصب الذين كنت أتحدث عنهم ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب لكم أنتم يا شيعتنا وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا الذي ينصب العداء لشيعة أهل البيت وهو يعلم أنهم يوالون أهل البيت ويعادون ويعادون أعداء أهل البيت ومن أوضحي من أوضحي معاني معاداتي أعداء أهل البيت أن نعادي منهجهم لا أن نقول من أننا نوالي أهل البيت ونعادي أعداءهم ونحن غاطسون في مناهجهم الفكرية والعلمية والعقائدية والتفسيرية والاستنباطية والفتوائية وقولوا ما تشاءون فأي براءة هذه وأي عداء هذا إني حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة لا توجد حرب مفتوحة بالأسلحة إلى يوم القيامة وإنما الحرب هي حرب الأفكار حرب السيوف تكون محدودة في فترة زمانية محدودة عبر التأريخ وإلى يوم القيامة زمان الحروب قصير إذن ما هي هذه الحرب التي تكون مفتوحة إلى يوم القيامة إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة إنها حرب الفكر حرب المناهج إنها حرب العقول هذا الأمر الذي لا يفقهه مراجع النجف وكربلاء غاطسون في الخراء الناصبي ويظهرون البراءة من أعداء العترة الطاهرة ماذا أقول عن هؤلاء سفهاء قليل في حقهم حمقى قليل في حقهم تافهون قليل في حقهم جهال أخبي قليل في حقهم لأن الحقائق واضحة واضحة وهم يقفزون عليها لأجل مصالحهم الشخصية الدنيئة وبإمكانهم أن يحصلوا مصالحهم الشخصية الدنيئة وأكثر منها من دون أن يكونوا غاطسين في هذا الخراء الناصبي لكنه سوء التوفيق إنه الخذلان بعينه ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا هذا هو الذي يأتي في معنى الاستبقاء العلماء الداعون والدالون والذابون الداعون لإمام زماننا والدالون عليه والذابون عنه بأي شيء بحجج الله حجج الله ليست في كتب علم الكلام ولا في كتب التصوف ولا في كتب العرفان حجج الله في القرآن المفسر بتفسيرهم حجج الله في حديث محمد وآل محمد المفهم بتفيمهم فقط وفقط وهذا هو مضمون بيعة الغدير نذهب إلى فاصل